أتمنى الناس ترجع الوعي لأننا نأخذ مثلا تعليم حتى قدرك ما تسمعتوني منذ بداية الحملة الانتخابية وأنا نمجد ونبجل في المعلم والأستاذ والأستاذ الجامعي وقلت لازم نراجع كل ما يتعلق به حتى نعطيهم قيمة في المجتمع ما حدتك أو ذهتك ما كان قلتها موش أنت تخلي الحكومة عاد ما تنصبتش ما زال ما أعطتهاش البرلمان لإشارة الخضرة تنقدر إضراب وطني وتلعب بالولاد على هل في دهنك نتابل لي هذا سيحلك المشكل؟ مشكلة تطلب وقت تطلب إمكانيات مادية إمكانيات مالية إمكانيات تنظيمية وراه عندك الأولوية في الحلوم المشاكل المطروحة تراكمات الموجودة هذا مش تصرف نحن اليوم ما زلنا نعانيه الطفل ما زال ما حلنا له مشكلة المطعم ما حلنا له مشكلة النقل المدراسي ما حلنا له مشكلة التسخين ما حلنا له وتجي تقول لي أنا زيدني كذا إضراب اللي يمس السمعة الوطنية يمس المواطنين هذا مشل طعم الراسة هذا مشل العمرة هذا مشل الأوروبا هذا تدير إضراب بأسماس في ضرف نص ساعة قانون ما يقولش هك قانون ما يقولش هك قانون يقول إعلان تعلن باللي وتعطي المبررات وممكن قبل ما تدير إضراب تتفاوض وتصيبوا حلول وتصيبوا باش ما توصلش حتى وكل ما تجاوز أحده قلب إلا ضده مني تتميع الدور النقابي خلاص فتنى الحاجة أخرى يبغي يحل المشاكل حقيقة يتصل ويراسل إضراب العشوائي ممنوع في بعض المرافق العمومية ممنوع لازمك تخبر مسبقا إذا أنت عاود تدير إضراب أنا كشركة أنت على طيران ولا كمطار نأخذ احتياطاتي الناس اللي يجوا باش سفروا داك النهار نعلمهم في دارهم قال ماش قاش تجي راح للطيران تاعك ما كانش حتى الغدوة إلى أخيره هذا هو مواطنين هذو اللي عنده ردع واللي عنده مريض واللي عنده كده أنا أتحدث ولي على مرضى مطرشين لهم في الأرض باش ماشيين خارجين من مستشفى هذا مطرش له في الأرض بالنسبة للحراك نبلغكم رسميا بل أني مضيت المرسوم اللي يجعل من 22 يوم مواطني مدفوع الأجر عطلة مدفعة الأجر بالنسبة لل 22 وسميناه يوم الوطني لاتحان الشعب بجيشة من أجل الديمقراطية مما قلت حراك مبارك حراك مبارك بدون ما نزيد ندخل في التفاصيل أحمل البلاد من نهيار كلي كادت الدولة الوطنية تروح نهائيا مثل ما راحت في دول أخرى اللي اليوم يحوسوا على وساطة باش يلقوا بيناتهم يحلوا مشاكلهم يحلوا لي نتنهار الدولة الوطنية يخلص كل مؤسسات الدولة وبالأخص تصرفات كلها كادت ماشيال ذاك ماشيال ذاك اللي تيجه الحمد لله الشعب كان واعي وحراك نجح في كتير من النقاط اللي كان طلبها ما تبقى رهنا معاه أنا التازمت شخصيا باللي نكمل كل طلبات نتعى الحراك لنا فيه بعض طلبات كادت مطروحة أنا ذاك في البداية ما يخدرش إنسان ما هوش منتخب والإنسان ما عندوش سلطة الكافية الشرعية الكافية الدستورية والانتخابية باش يحل المشاكل اليومنا نحلوا فيها حلوا هذه المشاكل إن شاء الله وكلها تتحل بداية من الدستور نعاودوا لانتخابات نعاودوا لتنظيم المؤسسات نحاولوا ندلوا مؤسسات جوارية اللي تخلي المواطن يشارك فيها المشاركات على المواطن في التفكير وفي الحل وفي التسيير وفي الرقابة أساسا هذه كورا أنا ماشي لها وأعتقد فيه بوادر بدأت تبهى نوعا ما أحضرته مع السادة الولات وغير الولات تبدل السيرة التاحة وتبدل نمو التسيير وتبدل الوجه الباشعة اللي كان عطيناها للمواطن الدولة في واد هو في واد آخر أنا الناس اللي ما زالوا يخرج من حقهم إذا كان الدعا والديمقراطية هذه أساس ديمقراطية بالله أخص الإنسان اللي يخرج بديد عام ما يكسرش ما يفسج يعبر الله يسهل عليه الله يسهل عليه ربما لقتنع أن الطلبات والذي قالها الجمعة الجمعة اللي من بعد رأى تلبت ما يقول خلاص أنا طلب رأى تلبت شوية منطقة شوية عقل شوية حقوق وشوية واجيبات ما ما أنا بالنسبة لي هي ظاهرة صحية بالنسبة الديمقراطية عكس التصرفات هذه اللي كنا تكلموا عليها إضراب العشوائي الحراكة لما عندي ما عندي ملو مالي قلت هاو زيد كرر هاو ونقض البلاد من كاريتا اليوم رأى نسعاو باش نحلوا المشكلة تعاشقاءنا في ليبيا ربما لو كان ما جاشت الحراكة بكرها ناس خرين تسعى باش تحل مشكلنا هنا